حاجة خطرة جدا يجب ان الاهل فعلا يفضلوا منها. انا عندي الحقيقة في قضية او سؤال مهم كانت ارسلته فتاة برضو حول الموضوع ده بالذات يعني. الفتاة بتقول ان علاقتي بابي وام علاقة سطحية. فبسألوش عني. الا اه نادرا او مثلا عن الدراسة فقط. وده ادى بيا اللي ان اتعرفت على شاب. وعلاقتي بي اه كانت علاقة بدون صوت وبصوت والصور طبعا يفهم من ده ان هو من خلال اه وسيلة الوصائل للتواصل الاجتماعي. اه وطلب ان هو يقابلني اكتر من مرة ولكن انا رفضت وقلت له انا اما اعوز قابلك انا هقابلك. اه وانا خايف ان انا قابله الحقيقة علشان اخاف ان ربنا يرفع سطره عني وانا من اسرة محافظة وانا متدينة. اه ومش عارف اعمل ايه. هو بيحبني يحبك كبير وبيعمل مخاطر علشان اه يكلمني. يعني السائلة نفسها البنت مش الام ولا الاب. البنت نفسها اللي بتسأل. وبتقول انه يعني علاقته بوالده واخواته متوترة ومش ليست علاقته وانا الوحيدة اللي فدوني له بيحبها. هي المقدمات تستشعروا كأنها واحدة. يعني اغلب الالتفاتات اللي بتحصل من البنات او من الشباب بيصحبها نوع من انواع التفكك الداخلي في الاسرة. هل ده فعلا سمة مضطربة في كل. هو طبعا البنت بتحاول انها تربط المشكلة اللي هي وقع فيها دلوقتي. طبعا هو سؤالها انا اعمل ايه? انا مش قادر اسيبه. مهم. ومش عارف اتصرف ازاي. انا اقصد التفكك الداخلي اللي هي عبرت عنه. نفس الكلام عن دولاني. ان هي بتربط بقى ان بين مشكلتها والجرم اللي هي عملته. انا اسميه جرم. مهم. بتربطه بان ان ما فيش علاقة بينها وبين امها وابوها. يعني حركش ابدا تبرير? طبعا. اهو. هل السؤال هنا هل كل البنات اللي علاقتها مع ابوها وامها ليست على ما يورام? هل معناها ان كل البنات بتروح تعمل اللي 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 انت عملته ده? صاحبة المشكلة بتاعتنا. مهم. اللي جابه لأ طبعا. انت عملت غلط. وما تربطيش الغلط بتاعك بان في حد اخطأ في حقك فانت بتعمل الخطأ. لكن لو انا بخاطب ولي الامر اقول له انت بسوق تواصلك مع بنتك بتدفعها دفعا لده? ده اساسي. مهم. يعني انا بتدفعها. كان في خطابين. اعطيت بنتك اعطيت بنتك اه اه صغرة من الصغرات دي ممكن الشيطان يدخل يلعب بيها وده اللي حصل مع البنت دي.